ترأس سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثدوكس خدمة غروب وقداس عيد ميلاد والدة الإله الدائمة البتولية مريم وذلك في كنيسة ميلاد سيدة العذراء بجبل التاج وخلال الخدمة أقيم زياح احتفالي لأيقونة ميلاد والدة الإله داخل الكنيسة ثم صلاة الخمس خبزاته وفي نهاية القداس هنأ سيادته رعية الكنيسة وكرم مجموعة من أبناء الرعية الذين أنهوا دراستهم الجامعية وامتحان الثانوية العامة متمنيا لهم النجاحة والتوفيق في المرحلة الجديدة القادمة كما أكدا على ضرورة الصبر في ظل الظروف الصعبة شاكرين الله على نعمه وعطيه وبهذه المناسبة رقى المطران خريستوفورس قدس الأب المتوحد إفثيميوس إلى رتبة أرشا مندريت بحضور سيادة المطران قيس صادق وجموع أبناء الرعية